بعد ولادته صلى الله عليه وسلم حمله جده عبد المطالب ورفعه للأعلى يريد أن يعلن اسمه وقال يا آمنة فرفعت آمنة يدها بمعنى انتظر يا شيخ مكة لا تعلن اسمه وقالت آمنة يا شيخ مكة لقد ولد لا كما يولد الصبيان ولد ساجدا إلى الأرض معتمدا على رقبتيه ويديه ينظر إلى السماء بختونا يفيح منه المسك وقد هتف لي هاتف مرتين مرة في المنام ومرة عند ولادته وقال لي سميه محمد فابتسم عبد المطالب مندهشا مصرورا وارتسمت السعادة في وجهه وقال ورب البيت فلقد عزمت أن أسميه محمدا قالت ولما يا شيخ مكة عزمت أن تسميه هذا الاسم قال يا آمنة لقد رأيت رؤيا في منامي فسألت أهل الرؤى عنها فقال لي يخرج من صلبك رجل يطيعه أهل السماء والأرض فإني أحب أن أسميه محمدا رجاء أن يحمده من في السماء وأن يحمده الناس على الأرض فأعلن اسمه محمد صلى الله عليه وسلم وهو يسميه دخلت ثويبة وثويبة كانت جارية لأبي لهب وكانت تسكن قريبة من بيت آمنة فلما سمعت الخبر انطلقت على الفور المسلعة وهي تنادي يا أبا لهب يا أبا لهب فقال لها ويحكي يا جارية ما الأمر قالت ولد لأخيك عبد الله مولود قال يا جارية أحقا ما تقولين قالت نعم وقد سماه أبوك أي عبد المطالب سماه محمدا فقال لها من شدة فرحه وأنت حرة تليقة يا ثويبة فأعتقها وأصبحت حرة فلا أحد يستطيع وصف فرح ثويبة في تلك اللحظة إلا أنها من شدة فرحها انطلقت مسلعة إلى آمنة وقالت يا آمنة أعتقني أبي لهب بسبب هذا الصبي ثم حملته وضمته إلى صدرها صلى الله عليه وسلم ثم قالت يا آمنة هل تسمحي لي أن أرضعه فسمحت لها فأرضعته ثويبة فكان أول لبن دخل فمه صلى الله عليه وسلم لبن ثويبة فهي أول مردعة للنبي صلى الله عليه وسلم أرضعته من لبن ابنها مسروح فمسروح أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وأرضعت ثويبة أيضا سيد الشهداء حمزة عبد المطالب رضي الله عنه وكما تعلمون أنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم وأخ النبي من الرضاعة كان قريب في العمر منه في سن الرضاعة وكان حمزة رضي الله عنه قد سبق الرسول بسنتين من العمر كما يقال وكما أنه قريب له من جهة الأم فأمه هالة بنت وهب هالة بنت وهب ابنة أم أم رسول صلى الله عليه وسلم لذلك عندما عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم الزواج من ابنة حمزة قال لا تحل لي يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب هي بنت أخي من الرضاعة ثم أرضعته أمه آمنة أرضعته سبعة أيام على التوالي وليس كما يقول بعض الجاهلين رفض أن يرضع من أمه هذا الكلام مكذوب أرضعته أمه سبعة أيام لبن لبن وبعد ذلك أرضعته حليمة السعدية التي سيأتي ذكرها بالتفصيل إن شاء الله يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وهو عم الرسول يقول يا رسول الله لقد رأيت أبا لهب بعد موته في منامي فقلت له فقلت له يا أبي لهب ماذا رأيت بعدنا يعني كيف حالك بعدنا قال لم أرى خيرا قط غير أني في كل يوم إثنين يخفف عني العذاب وأسقى منها هنا ومد إصبعه الشاهد والإبهام يعني بحجم هذان الأصبعين أن يسقى ماء بارد لفرحه بفرحه بمولود محمد صلى الله عليه وسلم وآتاق ثويبة وسكت الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر يعني أقر الحديث وأيده قيل أنه يخفف عنه عذاب القبر لأنه لم يدخل أحد جهنم إلا بعد يوم القيامة أما في جهنم لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون وبعد أن أعلن عبد المطلب عن اسم المولود وسماه محمدا صلى الله عليه وسلم حمله وانتلق به باتجاه الكعبة وهو مصرور مشرق الوجه قد فرح فرحا قد فرح فرحا لم يفرح مثله